طبعا أعلن عن التصالحات بتاعة المخالفات في البناء وصلت لأكتر من 2 مليون وربع تقريبا تقدموا هو قال 2 مليون و2 ألف لغاية دلوقتي تقدموا بطلب التصالح مع الدولة ومع الحكومة بعد التغييرات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت وبعد التخفيضات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت علشان يبدأ التصالح ويمشي ولسه فيه خدوا بالك احنا بنتكلم على أكتر من 3 مليون مخالفة تم رصدها ده غير بقية حاجات تانية كتير قوي ف3 مليون مخالفة دول لغاية دلوقتي فيه متنهم 2 مليون و2 ألف تقدموا رئيس الوزراء أيضا بدأ بقى يتكلم على رخص البناء المستقبل زي ما قالك أنا بقى في اللي فات وحبتكلم في المستقبل قالوا ايه قالوا ان الفترة القادمة رخصة البناء دي اللي حتطلع لأي حد حيكون عقد ملزم منه بينها وبين الدولة انت عايز ما رافق وعايز 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 أنا حتطلع لك الرخصة بتاعتك بناء على 1 2 3 4 التزامي 1 2 3 4 والتزامك حتى أعود عليك خدوا بالكو كلمة انها حتكون عقد ملزم ده معناه ان المخالف في هذا العقد حيتسجل وان يقدر هو لو الدولة نفسها مقدمتلوش اللي هي ملتزمة بيه تبقى للرخصة حيرفع عضية ويطلب تعويض والله أنا جيت بنيت العمارة دي ما جابوليش المياه ما جابليش الكهرباء ما جابليش كذا لان انت داخل على دولة أصبحت أكثر تنظيما مما سبق ما عادش فيه السبهلالة اللي كانت موجودة والرشاوة وتحت الترابيزة والكلام ده كل